بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من خلال الفيديو اليوم سنرى ثوني الذي هو عبارة عن التطوير متكاملة IDE للغة البرمجة بايثون وإذا تصفحنا ميزات البرنامج من خلال موقعية الرسمية نلاحظ أن هناك العديد من الميزات الرائعة وعلى فكرة فهذا البرنامج سهل جدا من حيث الاستخدام وفيها أيضا الكثير من الميزات والخصائص والأدوات الضرورية والمهمة للتطوير للغة البرمجة بايثون على سبيل المثال يأتي البرنامج مع بايثون بمعنى أننا لسنا بحاجة لثتبيت برنامج البيثون أولا قبل ثتبيت ثوني كما هو الحال مع الكثير من بيئات التطوير المتكاملة الأخرى أيضا هناك Simple Debugger أو المناقح هذه الأدات تساعدنا على تتبع وتعقب الأخطاء من خلال الاطلاع على جميع الخطوات التي يمر منها تنفيذ الكود هناك Highlight Syntax Error يتم إظهار الأخطاء وتسليط الضوء عليها في التطبيق Code Completion لإكمال التلقائه للأكواد هناك Shell وأيضا هناك مدير الحزمات لتثبيت وإدارة الإضافات التي تساعد على التطوير للغاية البرمجة بايثون إذن إذا ذهبنا إلى أعلى الصفحة نلاحظ هنا أنه يمكننا التحميل لويندوز ماك لينوكس وهنا تعليمات كيفية التثبيت للينوكس إذن أقوم بالتنزيل لويندوز إضافة أيقونة البرنامج إلى سطح المكتب هكذا إذن تبدو الواجهة الرئيسية لبرنامج خطوني وإذا كنت تعاملت مع برامج مماثلة من قبل فهذا الشريط شريط الأدوات هذا تقريبا مشابه لمعظم برامج التعامل مع الكود الأخرى قائمة فايل إنشاء ملفات جديدة إغلاقها وحفظ أيضا إيديت للتراجع نسخ ولسق وغيرها من الأوامر أيضا فيو تسمح لنا بإظهار الأدوات أو إخفائها في الواجهة الرئيسية أمر الران لتشغيل السكريبتات Tools هذه القائمة تسمح لنا بإدارة الإضافات وOptions إعدادات البرنامج إذن حتى نرى روعة هذا البرنامج سأقوم بإنشاء تطبيق بسيط تطبيق Hello World سأقوم بحفظ هذا الملف بالضغط على زر Ctrl S أو اذهب إلى فايل Save as Ctrl Shift Z S أو فقط Ctrl Z S إذن سأسمي Hello ولسنا بها جائعة إلى إضافة التنسيق .py لأن البرنامج يقوم بذلك تلقائيا عندما ننتهي يكفي الضغط على هذه الإيقونة للتشغيل أو ببساطة الضغط على زر F خمسة نلاحظ هنا أن هناك خطأ طبعا الخطأ واضح من خلال الشيل لدينا خطأ في هذا الصدر والخطأ هو ببساطة هنا لا نعرف الدلة وإنما فقط نستدعيها إذن أحفظ وأقوم بالتشغيل مرة أخرى الآن نلاحظ نتيجة Hello World نضغط على F5 هنا نتيجة الكود يمكننا الضغط بزر الفارع الأيمن ونختار الأمر clear لتنظيف الشيل أو copy لنسخ محتويات الشيل إذن clear وقبل أن أتحدث عن أحد الميزات الأخرى الرائعة في برنامج توني دعوني أولا أقوم بإنشاء بعض المتغيرات مثلا إذن هنا قمت بإنشاء بعض المتغيرات في هذا التطبيق وإذا ذهبنا إلى قائمة View واخترنا مثلا Variables نلاحظ أن نقوم أولا بالحفظ وتشغيل التطبيق نلاحظ هنا يتم إبراز كل المتغيرات في التطبيق في علامة التبويب هذه هنا نلاحظ متغير Edge Greeting Location Name أيضا لدينا هنا هذا الخيار Outline وهذه العلامة يتم من خلالها أعمال Outlining للتطبيق بإظهار العناوين والبنية الخاصة بالتطبيق وهناك أمور أخرى Files لإظهار Directory أو مصارى الملفات أيضا Object Inspector Notes وساعد Heap Exception هنا يمكننا تكبير حجم الخط أو العكس هنا يمكننا إخفاء وإظهار الشيل ومن أهم الأدوات أو الوظائف في برنامج دوني هي أدات الضيباقر أو المناقح لتتبع الأخطاء في القود وعطى نرى مثالا مناسبا لذلك سأقوم بإنشاء تطبيق آخر نقوم بالحفظ مثلا وأسمي الملف Countdown هذا التطبيق سيقوم بالعدد التنازلي من أحد الرقام إلى واحد إذن أولا سأقوم بإنشاء متغير نعم سنقوم بعمل حلقة التكرار وائل نعم طالما أن الرقم الذي سندخله مع فانونا Import طالما أن هذا الرقم أكبر من واحد سنقوم بتهاب مرارا حول حلقة التكرار هذه في كل حلقة سيتم إنقاذ واحد من هذا الرقم إذن لنقوم أولا بتجربة هذا التطبيق أضغط على Run Script أو F5 الآن سندخل الرقم الذي نريد بدء العدد التنازلي منه مثلا عشرة نلاحظ هنا تم العدد من عشرة تسعة تمانية سبعة لغاية واحد الآن تخيل أن هذا التطبيق فيه أكثر من 500 سطر مثلا أو 600 سيكون من الصعب جدا تعقب وتطبع الأخطاء بمجرد الاعتماد على هذه الرسائل التي ستظهر هنا لكن لاحظ لو قمنا بتشغيل هذا السكريبت إذن نقوم بالضغط على Debug وسنستخدم هذه الأسهم ستيب انتو ببساطة تهني المتابعة والانتقال إلى الخطوة التالية من الكود إذن بدلا من استخدام هذا السهم سأقوم بالضغط فقط على F7 إذن لنرى كيف سيتم تنفيذ جميع خطوات هذا الكود ونرى ما هي الأرقام التي يتم استبدالها بهذا المتغير هنا وهنا أيضا ونرى جميع الخطوات التي يمر منها هذا التطبيق سأضغط على F7 لاحظ الآن أن المرحلة التي يكون فيها تنفيذ الكود يتم تسليط الضوء عليها بهذا اللون الأصفر إذن F7 الآن كما نلاحظ هنا يطلب مني إدخال رقم حتى لا يطول هذا الشيء سأقوم فقط بإدخال ثلاثة سيتم الآت من ثلاثة إلى واحد وضغط على زر انتر أو دخول الآن نلاحظ ثم إدخال رقم ثلاثة هنا F7 الآن يتم الانتقال إلى حلقة التكرار While تم استبدال Numby رقم ثلاثة إذن كل هذه الخطوات يتم المرور منها وتنفيذها بسرعة كبيرة جدا من دون استخدام أداة الـ Debugging إذن هذا الشرط نتيجته True بمعنى أن هذه الحلقة ستستمر الآن تم كتابة ثلاثة هنا ثلاثة ناقص واحد اثنين الآن أصبح الرقم هو المتغير Num اثنين وأيضا سيؤدي هذا الشرط مرة أخرى إلى True ما يعني أن حلقة التكرار ستستمر سأقوم بالإسرع قليلا الآن تضغط على زر F7 نلاحظ واحد واحد ناقص واحد صفر صفر أكبر من صفر هذا الشرط لن يتحقق صفر الآن فالس فالس وسيتم الخروج من حلقة التكرار ما يعني نهاية حلقة التكرار والخروج من التطريق نلاحظ هنا تم العدد من واحد اثنين ثلاثة إذن هذه الأداة مهمة جدا أداة التباقين بحيث تسمح لنا برؤية كل خطوات تنفيذ الكود وكما رأينا يتم استبدال المتغيرات بالأرقام الفعلية ما سيساعدنا بلا شك في تعقب وتدفع الأخطاء في الكود وتصحيحها إذن من الأشياء الأخرى الرائعة في توني هي أداة إدارة الحزم والأدوات طبعا هذه الأدوات مهمة جدا ومساعدة في التطوير لمختلف المجالات باستخدام لغة برمجة بايثون إذن كما نلاحظ هنا يمكننا التثبيت من بايبي هذا الموقع طبعا موقع شهير يضم العديد من الأدوات الرائعة للبيثون فمثلا يمكننا البحث على فكرة كل هذه الإضافات التي نرى هنا متبثة نلاحظ هنا install version النسخة المثبتة حاليا والمصار الذي تم تثبيت فيه الإضافة أيضا هنا يعطينا أيضا معلومات عن أحدث إصدار مستقر من الأدات والساموري والأوثر وموقع الأدات وصفحة الأدات في موقع pip.org ومتطلبات الأدات إذن حتى نبحث عن أدات أخرى مثل Django وهو إطار الويب في البايتون يمكننا كتابة Django هنا والبحث ويمكننا الضغط على الأدات Django ويكفي الضغط على install مثلا يمكننا أيضا play game نفس الشيء نقوم بالضغط على زر install أيضا من الأشياء الأخرى الرائعة في برنامج توني هو ثيمات فإذا ذهبنا إلى قائمة tools ثم options لاحظ هنا لدينا الكثير من الخيارات هنا اللغة يمكننا اختيار اللغة المفضلة أيضا يمكننا اختيار الثيم يمكننا اختيار الثيم الأسود فقط لواجهة القود ويمكننا أيضا ليس فقط واجهة الكود ولكن أيضا تغيير UI أو User Interface تيم أيضا clean dark وغايت حتى شريط الأدوات تم تغيير الثيم إلى الأسود ويمكننا أيضا تغيير حجم الخط مثلا ستة عشر أيضا يمكننا تغيير نوع الخط تغيير نوع الخط خط 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 مثلا يمكننا تسليط الضوء على المتغيرات المحلية وأيضا تسليط الضوء على الأسماء المتطابقة هنا الانتر بريتر أو المترجم طبعا نترك هذا الخيار نفس المترجم الذي يقوم بتشغيل توني ويمكننا تغيير ذلك إلى ما يناسب إذا كان لديك مترجم آخر للبيثون وقبل أن نهي هذا الفيديو أود الإشارة إلى نقطة مهمة جدا وهي أن برنامج الثوني يتم تحديده من حين لآخر ما يعني أن هناك تطوير وتحسين مستمر لهذا البرنامج الرائع جدا بالخصوص للمبتدئين مع لغة البرمجة ببيثون وبالإضافة إلى بعض الأشياء الرائعة التي رأيناها مع ثوني فهذا البرنامج صغير جدا من حيث الحجم وخفيف على موارد النظام على عكس بيئات التطوير المتكاملة الأخرى مثل بيتشار وكل هذه الميزات الرائعة في برنامج ثوني ليست على حساب أي من الميزات الضرورية لكتابة تطبيقات البايثون لذلك سيكون خيارا رائعا للمبتدئين إذن أكتفي عند هذا الحدوى إلى فيديو قادم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر